أعلن حزب الله سهداف موقع حد بيارون الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض بلدات شمالي إسرائيل لصواريخ من جنوب لبنان مشيرا إلى أنه يقوم بالرد على مصادر النيران بالمدفعية في السياق ذكرت وسائل إعلام الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة بالجليل الأعلى بعد الاشتباه باختراق مسيرة قادمة من الأراضي اللبنانية في غضون ذلك أفادت صحيفة دعوت أحرانوت الإسرائيلية بأن إيران تسرع نقل أسلحة دقيقة إلى حزب الله استعدادا لصراع واسع النطاق في الشمال حول هذه التطورات مع من مرجعيون جنوبي لبنان موفدنا يعقوب بهدى يعقوب ما طبيعة التطورات في هذه الحدود أيضا الأنباء عن ربما وصول مزيد من الصواريخ الدقيقة لجانب حزب الله فيما يعني أن رقعة هذا الصراع ربما تكبر نعم ماجد الأحدث قبل قليل نفذ حزب الله استهدافا جديدا في الواقع هو العملية رابعة من نوعها اليوم استهدفت موقع المرجع العسكري الإسرائيلي قبل قليل وكذلك نفذ اليوم حزب الله ثلاثة عمليات خلال ساعات الصباح ثنتان منها استهدفت موقعا إسرائيليا في حد بيارون موقع عسكري وكذلك عملية استهدفت مزارع دوفيف في شمال الإسرائيلي في المقابل القوات الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني من بينها قبل قليل استهداف سيارة في بلدة عيطارون وأدى لاحتراق هذه السيارة وأنباع عن وقوع إصابات كذلك استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق قبل قليل استهدفت بالمدفعية أطراف بلدتي أم التوت والجبين ولم تريد حتى الآن عن أنباع عن وقوع إصابات وكذلك في هذه اللحظات وقبل قليل كان هناك تحليق منخفض جدا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية عادة خلال الأيام الماضية القصف الإسرائيلي يكون باستخدام المسيرات وباستخدام المدفعية وأحيانا الدبابات نادرة ما تتدخل المقاتلات وقبل قليل كنا نسمع بشكل منخفض ونشاهد تحليق مكثف جدا لهذه المقاتلات مما ينبئ باحتمال وقوع ضربات خلال الدقائق والساعات المقبلة فيما يتعلق بمخزون حزب الله الصاروخي طبعا كل المعلومات تشير إلى أن حزب الله لديه ترسانة كبيرة جدا من الصواريخ ومن القذائف وخلال السنوات الماضية بنى هذه الترسانة بشكل كبير جدا هو الجانب الإسرائيلي يتحدث بشكل دائم عن هذا الجانب وهذا الواقع لذلك قد يكون التصعيد في مستوىه الحالي عندما يتطور إلى مستوى أعلى سيكون هناك كثافة نرام من الجانب نتيجة لوجود هذا المخزون ونتيجة للتجربة الكبيرة التي بنىها حزب الله في السنوات الماضية والترسانة التي بنىها نعم ماجد من مرجعيون جنوبي لبنان موفدنا يعقوب بهداء شكرا لك اشتركوا في القناة